بدوره أشار وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين إلى أنه تم طرح بعض الأفكار مع مصر وقطر بشأن مقترح للهدنة في قطاع غزة وأضف بلينكين أن مصر لعبت دورا حيويا في الأزمة السودانية كما ثمن الدورة المصرية في بذل الجهد لحل الأزمة السودانية واصطدافت آلاف اللاجئين على أراضيها ولا تزال مصر شريكا لا يمكن الاستغناء عنه في السعي وراء هدنة في غزة تعيد الرهان وتخفف من معاناة السكان في غزة وتؤسس لسلام طويل الأمد أريد أن أشكر الرئيس ووزير الخارجية أيضا على التزام مصر بهذه الأمور وناقشنا أهمية تحقيق هذه الصفقة وهذا سوف نستمر بالسعي إليه مع نظرائنا ونحن نعتقد أن الهدنة ستكون أفضل طريقة لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة وتخفيف المخاطر على الاستقرار الإقليمي